قال واذا عدا ابن عمر ابن العاص على المصري فلا بد من القصاص ودي القصة المشهورة قررنا لها زمان في كتاب المطالع ولا كتاب شنو انه عمر ابن العاص رضي الله عنه صحابي جليل صحابي جليل قال عنده ولده في مصر وولده قال استابغ له مع واحد قبطه وبعد ذاك القبط فات ولد عمر ابن العاص فقام ولد عمر ابن العاص ضربه والقبط جلي عمر ابن الخطاب واشتكليه وقال له يا اخي ولد عمر ابن العاص حصل منه كيت وكيت قال لما انجسن الجاية اول حاج او غيره قام جابه من لتنين وقام قال له اضرب اضرب زي ما ضربك فضربه قال بعد ذاك قال له اضرب صلعة ابيه قال له لا ما ضربني ضربه ده فقام قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارة ده كذب ساكن لا عمر ابن العاص عنده ولد ذاته في مصر داني مرة واحد ولا استابغ في فرس ولا لقى القبط ولا في قبط جل مدينة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولا قال له ولا عمر ابن الخطاب جاب عمر ابن العاص ولا جلد ولده قدامه ولا قال له الكلام ده كله كذب بتاع سيد قطب والاخبارية الحمقى المغفلين والشيعة ناس آآ ناس آآ الزكرم ابن جليل الطبر في المقدمة ناس ابي مخنف لوط ابن يحيى وغيرهم وابن عبد الحكم في في تاريخ مصر في امتى وذكر القصة دي من غير اسنات والاسنات فيها معضل وده من اكسام الحديث الضعيف زي ما قال الامام البيقوني والمعضل الساقط منه اثناني يعني في نفرين ما فوقه فدزل ما يقبل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقبل باخبار فارغة وفاشلة في الصحابة يقر عمر ابن العاص يقر ولده على ظل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وآمن عمر ابن العاص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء العاص مؤمنان عمرا او مؤمنين عمرا وهشاما هشام ابن العاص وعمر ابن العاص رضي الله عنهم اجمعين فيجد الصحابة العظامة عندهم الفضل الكبير الفتح البلدان يجيط عليك فوقهم وينبزهم ليك ده سيد قطب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا اصحابي فلو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة لو انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك مال قدر جبل احد قدر جبل احد وانفقت في سبيل الله دهب وجه صحابي شاليو في تريتا او اي حاجة قدر كفين الاثنين ده المد وانفقوا في سبيل الله او نص المتكف واحد وانفقوا في سبيل الله ما انفقه الصحابي يضاعف اعظم من من الذي انفقته انت